أشهدت الوكالة الدولية للهجرة بالدور الإنساني لمصر ودول جوار السودان في توفير المأوى والاستضافة اللازمة للفرين من نيران القتال المتصاعد في السودان وفي تقرير لها أكدت الوكالة أن مصر هي الداعم الأول للفرين السودانيين وتوقعت الوكالة فرار مليون وثمانمائة ألف سوداني إلى دول جوار السودان بنهاية العام الجاري مشيرة إلى أن ذلك سيفاقم المأساة الإنسانية التي يعيشها السودانيون من النازحين داخليا أو الفرين إلى خارج البلاد